وللحديث عن أهمية هذا المعرض وعن نشاطاته ينضم إلينا في الستوديو مدير الجمعية العربية الثقافية الأستاذ مصطفى ريناوي مساء الخير أهلا بك مساء النور أهلا سارة إذن حدثنا عن أهمية استمرار هذا النشاط هو على السنة الرابعة يعني في السنة الرابعة على التوالي وأنتم تقومون بعرض أكثر من خمسة آلاف كتاب في هذا المعرض إضافة إلى نشاطات ثقافية حدثني أولا أهمية استمرار النشاط ثم ننتقل إلى نشاطات داخلية هذا المعرض هو في السنة الرابعة في السنة الأولى كانت الفكرة جدا بسيطة على استقدام كتب لمراكز الأبحاث صارت الناس تسألنا عن الأداب عن الفنون فشفنا أنه بلشنا شوي شوي نتحول العنوان للناس سنة عن سنة كان فيه تطور في استقدام الكتب والعنوين وإحنا اليوم نحكي على عشرات دور النشر اللي نشتغل معها في فلسطين وفي العالم العربي على ألاف الكتب وأكثر من ألف عنوان هالا المعرض فكرته في الأساس هو ربط فلسطينيين داخل بفضائهم العربي إحنا جزء من الشعب الفلسطيني ولكن إحنا أيضا جزء من أمة عربية أنتجت ثقافيا وما زالت رغم كل التحديات فكرة المعرض هي استخدام كل هذه النصوص استخدام ثقافتنا وصناعة الثقافة في العالم العربي من بيروت ومن دمشق ومن عمان ومن الدوحة ومن تونس لقلب مدينة حيفا العربية نعم إذن كان هذا التقطيع الجغرافي سياسيا مقصود من إسرائيل وهو حاسر المجتمع العربي في الداخل هذه المنصة التي تطرحونها أيضا تقومون بتطرح نشطات ثقافية وهي استضافة شعراء واستضافة مؤرخون وسياسيون هل تضعنا بهذه البرنامج الخاص في المعرض؟ بالنسبة للبرنامج هذه السنة تطور أكثر يشمل كل يوم عندنا فيه ندوة حول كتاب معين ومش بس يمتدى المعرض من الثامن والعشرين في أكتوبر حتى من ثمان وعشرين سبتمبر حتى الثلاثة أكتوبر مع إمكانية التمديد بعد عطلة الأعياد اليهودية نحن كل يوم في ندوة اليوم كان الافتتاحية مع أسماء عزايزة وهي عزعاترة في عرضهم الفني فيه كمان ندوات اللي هي رح تناقش كتب معينة وفي اليوم الأخير رح يكون في عنا ندوة حول سردية الأدب الفكرة أنه المعرض تحول من معرض لانتقاء الكتب لمهرجان ثقافي عام بشمل ست فعاليات من ضمنها أيضا فعالية للأطفال رح تكون يوم السبت فهذا البرنامج ما عملناه من فراغ عملناه من حاجة الناس ومن الضرورة لما شفنا الناس بتقعد في المعرض ساعة أو ساعتين وتلاتة وبتسأل أسئلة معينة وبتحاول تكون جزء من المشهد الثقافي فحولنا هذه المسائلة الجماهرية أو الشعبية للمعرض لفعاليات مستمرة خلينا نقول لها نهاية المعرض بشكل سريع نحن رح نكون في مقابلات مع الأسادز إيلان بابي جوني منصور حسن عبادي أمير مخول أنتون شلحة ودكتور محمود محارب وعايدة وتد عفوا اللي هم جزء من الحالة الثقافية في الكتابة أو في التحليل لا يقدروا يقدموا علمهم ومنفعتهم للجمهور أنت تحدثت عن حالة تعطش لداء الجمهور العربي والإقبال على هذا المهرجان هل تشعر بأن هناك نقص في مجتمعنا من قبل المؤسسات الثقافية من قبل المجالس المحلية التي لابد بأن لديها مسؤولية ودور في توفير الحياة الثقافية هل هناك نقص تشعر بأن المواطن يعاني من هذا النقص؟ صحيح هناك نقص وواضح أن هناك أسئلة للناس بضرورة استقدام هذه الفعاليات وتلبية رغبة الناس في هذه الفعاليات الموضوع هون كمان أنه إحنا عمليا كجمعيات في العمل الأهلي من شكل بديل عن بداية وجود الفلسطيني في الحياة الثقافية أو التعليمية اللي بتبدأ من المدرسة الإسرائيلية للجامعة اللي غالبا ما بتكون إسرائيلية وسوق العمل أيضا لهو غالبا ما بيكون إسرائيلي هاي القبعة دائما ما بتفصل ما بين الإنسان الفلسطيني وامتداده الطبيعي مع هويته مع ثقافته كونه إحنا جزء من دولة فيها مشروع أساسه هو فصلنا عن شعبنا أو اختيار هوية جديدة ملائمة مطيعة لهذا المشروع اللي منقدمه إحنا في معرض الكتاب في أي مشروع كان هو الوضع الطبيعي اللي لازم يكون فيه الفلسطينيين في ممارستهم الثقافية في ممارستهم مع هويتهم فالنقص هو مش في الفعاليات نفسها وإنما أيضا فيه هوية الفعالية يعني الفعاليات ممكن تكون موجودة يوميا ولكن الهوية اللي بتحمي أخلاقيا هوية الفلسطيني وعلاقته بأرضه بوطنه بهويته هي اللي بحاجة أكثر انكثفها بشكل بشمل المؤسسات في العمل الأهلي وأيضا مؤسسات أخرى مثل ما ذكرت المجالس مصطفى أنت تعبت على هذا المهرجان سهرة الليالي ونحن نرى بأنك مرهق لكن دعني أسألك الأهالي الذين يعني يبحثون كثيرا عن مضمون لأطفالهم ثقافيا هل يمكن أن تدعوهم لهذا المهرجان هل هناك يعني محتوى متوفر لديهم طبعا فيه محتوى اللي هو بيبدأ مع الأطفال وفيه محتوى خاص اللي هو بالفتيان وفيه أيضا محتوى أدبي وفني وثقافي شامل أوسع شرائح ممكنة من الجمهور بالمناسبة هون فيه قصة كثير حالة أنه هاي لأول مرة في مهرجان أو أنا سميته مهرجان في معرض الكتاب فيه مدارس بتتواصل معنا لتنظيم زيارات الطلاب للمعرض الثقافي يعني أنت شوفي فكرة أو معرض الكتاب شوفي فكرة أنه الطلاب مدارسنا العربية بدل ما يكونوا في مجمع المستعمرة في المجمع التجاري في أين كان هو بيجي على معرض للكتاب العربي ضمن جمعية فلسطينية في قلب مدينة حيفا هذا بحد ذاته كان إنجاز إلنا بحثنا دائما على التطوير وعلى بحث شركات جديدة مع كافة الأصعد والمؤسسات من أبناء شعبنا والاستمرارية أيضا مصطفى ريناوي وأنت مدير الجمعية العربية الثقافية شكرا جزيلا لك لحضورك وعلى أنك قيم على هذا المهرجان والمعرض شكرا لك شكرا لك